وقل رب زذني علما أبو خالد من السعودية سأل عن قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره وفي حقيقة السؤالة كبير جدا لأن أحيانا قد نعتني نحن بظواهرنا بما يتعلق بالتديم والظاهر لكن التديم من الداخل الذي يكون فيه الإنسان فيما بينه وبين ربه حياء قد يكون في نوع من التقصير الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه وانتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بالنسبة لمقادير الأشياء نقول أن سبب الخلل الذي يوجد عند الناس سواء في علاقتهم بربهم سبحانه وتعالى وما أثر وما يأتي بعد تلك العلاقة من أعمال وكذلك أيضا من أمور باطنة تتعلق في تعظيم الله عز وجل في قلب الإنسان والخشية وربها كذلك أيضا المحبة والتوكل والاستعانة والاستغاثة بالله سبحانه وتعالى وكذلك أيضا في تقدير الناس للأشياء عموما وأخطاء التصرفات هي فرع عن جهل المقادير وهذا أمر معلوم ومضطرق ولهذا إذا جهل الإنسان الشيء زهد بقيمته وإذا عرف قدره فإنه يقوم بإتيان به ولهذا الله عز وجل يقول في كتابه العظيم عن يوسف من اشتراه من أهل السيارة قال أشره بثمن بخس دراهيم معدودة وكانوا فيه من الزاهد لم يعلموا أنه نبي فجهلوا حقيقة حينئذ لم يكن لهم قيمة قيمة عندهم وكذلك أيضا ما يتعلق في حق الله سبحانه وتعالى يقول الله جل وعلا قبل هذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلوهم الذباب شيئا لا يستنقضوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الإنسان إذا جهل قدر الله جل وعلا فإنه تضعف العبودية في قلبه بمقدار جهله وإذا عظم غير الله وعظم مقدار ذلك المعظم أعظم من قدر الله صرف إليه من العبودية بمقدار ما يتوهمه من تعظيم ولهذا يوجد من أقوام يعظمون أشياء إما أن يكون لا وجود لها كالغول وغير ذلك أو أشياء موجودة ولكن لا أثر لها كالكواكب وغير ذلك في التصرف في الكون فتجد أنهم يعبدونها وإذا خرجت الشمس سجد لها وإذا تضيفت الغروب سجد لها وتجد أيضا من يعبد شيئا حقيرا ذليل كمن يعبد الفأر أو يعبد البقر أو غير ذلك من المعبودات هذه الأشياء التي يعظمونها جعلوا فيها من القدرة والتعظيم ما لم يجعله الله عز وجل فيها حينئذ بذلوا وصرفوا العبادة لها من دون الله جل وعلا هذا في كل معبود فالأمال القلبية والأمال الظاهرة إنما تصرف بمقدار ما يعلمه الإنسان سواء على حق أو على باطل ما يوجد لديه من مقدار لهذا يجب على المؤمن أن يعظم قدر الله جل وعلا في قلبه حتى يصرف العبادة إليه على الحقيقة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد منه حاجة فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نستشفع بالله عليك يعني أراد أن الله عز وجل يكون شفيعا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أكس ذلك الأمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما الله الله أعظم من ذلك يعني أن الله عز وجل هو أعظم من هذه الطريقة التي قمت بأكسها فعظمت هيبة النبي عليه الصلاة والسلام وقدره حتى بلغ في قلب الإنسان تواهما أنه أعظم من الله فحينئذ صرف إليه العبادة من دون الله جل وعلا لهذا نقول الأعمال من ما يتعلق الخشية وين تعليق التعظيم والمحبة وكذلك أيضا التوكل الاستعانة والاستغاثة وغير ذلك من الأعمال القلبية التي يتفرع عنها عمل الجوارح الجوارح لا تبذل إلا بسبب عمل سابق في القلب لهذا لا يمكن لإنسان يطرق باب أحد يرجو منه نفعا إلا وسبق في قلبه رجاء فيريد منه معلن أو يريد منه شيئا أو يريد منه مثلا دفع ضر أو نحو ذلك سواء كان ذلك المقدار على الحقيقة أو كان ذلك على التوهم والتوهم في ذلك إما أن ينقص وإما أن يزيد ولهذا ضلال البشر هو بجهلهم بمقدار الله سبحانه وتعالى فالواجب عليهم أن يعرفوا قدر الله فكيف يتعرف على قدر الله جل وعلا نقول الله سبحانه وتعالى قد عرف نفسه لخلقه الأوسيلة الأولى من آيات الله عز وجل العظيمة المبهرة بهذا الكون بخلق السماوات والأرض وما فيها من إبداء خلقه وصنعه سبحانه وتعالى التي يتفكر فيها الإنسان ومن ما يتعلق في ذات الإنسان وفي أنفسكم أفلا تبصرون فأمر الله عز وجل أن يتفكر الإنسان حتى يعلم قدر الله جل وعلا الذي خلقه وصوره كذلك أيضا مما جعله الله عز وجل الآيات الأدلة والحجج البينات التي جاءت في كتابه التي تدل على إحكام الشريعة وضبطها فإذا دل الدليل على هذا الإحكام فنظر إليه وانبهر دل على صنع المنظم والمحكم فإن الشريعة حينما يعلم الإنسان أنها صالحة لكل زمان ومكان وجاءت لصلاح البشرية فينظر إلى إبداعها وإلى إحكامها فإنه حينئذ يؤمن بإحكام ذلك المحكم وكذلك أيضا علو قدره فيعظم في قلبه ذلك الأمر لهذا يجب على البشر أن يتعرفوا لله جل وعلا بما عرف به نفسه فيعرف الله سبحانه وتعالى حتى يعظم في قلوبهم يؤتى البشر من جهلهم بالله يؤتى البشر من جهلهم بالله ولهذا يوجد إذا ضعف ذلك المقدار في قلب الإنسان ربما وقع في ذات الله عز وجل بالسوء وربما أيضا انصرف بالعبادة إلى غير الله عز وجل إلى أحقر الخلق وترك الخالق سبحانه وتعالى مع عظمته وجلاله وقدرته وله الكمال المطلق في كل شيء فنقول ما يتعلق في مثل هذه الأشياء والسبب في ذلك هو أن الناس جاهلوا هذا ذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بعبودية الذبابة في ذكر الله عز وجل للذباب في قول الله جل وعلا ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن هذا الذباب حينما تتوهم أنه يتصرف في الكون ستصرف عبادة له من دون الله سبحانه وتعالى وهذا التواهم أن الإنسان إلته في ذلك هو الجهل بمقدار الله في قول الله جل وعلا ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي لقوي عزيز وهذا نوع من اختبار المقادير يعني إذا أردت أن تبين قدرتك فما هو أحقر شيء عندك هو من الذباب وما في جنسه فإذا كان هذا الضعيف أخذ منك شيئا فأخرجه من فمه إذا كنت قادرا يعني هذا الضعيف ما يأخذه من طعامك ويأخذه من شرابك وتعلم أنه أخذ شيئا فهل لديك من القدرة أن تستنفذ أو تستنقذ شيئا قد أخذه البعوض أو الذباب إذا كنت لا تستطيع أن تأخذ من هذا الضعيف إعلن مقدارك ومقدار الله سبحانه وتعالى فحينئذ تصرف الحق الذي جعله الله عز وجل إليه فردا لا يشارك فيه أحد وتأخذ بالأسباب الحسية التي خلقها الله سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل أوجد معادلات للكون وهذه المعادلات لا يخرج عنها والمعادلات هي شبيهة بأرقام الحساب والرياضيات والعلم السببية منه ما هو حتمي ومنه ما هو أغلبي فواحد زايد واحد يساوي اثنين أو واحد زايد تسعة يساوي عشرة فهذا حساب في ذلك ليس للإنسان أن يخرج منه ومعنى هذا أن الإنسان ليس له أن يأتي إلى حجارة ثم يقوم بفتها وعصرها ليخرج منها الماء لأنه لحاك حال الإنسان الذي يريد أن يخرج عشرين من واحد زايد تسعة فهذه العلم السببي أمر الله سبحانه وتعالى بالأخذ من العلم السببي الذي أوجده الله عز وجل في الكون ليبين للإنسان أن هذا له سنة مضطردة منضبطة لا يخرج عنها وهذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى به يدرك الإنسان العظيم خلق الله عز وجل ودقته قد يقول قائل أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتوكل عليه ويقوم بتعطيل الأسباب التعطيل في الأسباب هو نوع من القدح بالمسبب سواء كان بلسان الحال أو لسان المقال فالذي أمرك بالتوكل عليه هو الذي أوجد لك هذا الحساب لتكتشف حكمته سبحانه وتعالى ودقة صنعه فأمرك بأن تأخذ بهذه الأشياء ولهذا تجد أن علم السببية في التأثير في الأشياء أنه أصل في الكون لا يجعله الله سبحانه وتعالى استثناء ولهذا ننظر إلى ما يتعلق في موسى فموسى عليه السلام الله عز وجل قادر على أن يفلق البحر وله من غير أن يضرب بعصى ولكن الله عز وجل قد يضعف الأسباب حتى تكون شيئا يسيرا ولكنه لا بد من أخذها وما يتعلق بمريم حين كانت في جذع النخل أمرها الله عز وجل أن تخز ذلك الجذع والله قادر على أن ينزل التمر أو يضعه في فمها من غير أن تتناول ولكن علم السببية لا بد من وجوده لا بد من وجوده في الكون والناس أيضا كما يخطئون في قدر الله عز وجل في آياته الشرعية التي ينزلها على النبي يخطئون أيضا في العملية الكونية في علم السببية فيتواهمون أشياء لا تأثير لها ومثال ذلك ما يتعلق في أمور الكون في أمور الكون في الأفلاك والكواكب منهم من يرى أن الظلمة لها تأثير والنور له تأثير والتأثير هذا وهمي لاحقيقي كما يكون عند المجوس فيظنون أن الظلمة تخلق الشر والنور ويخلق الخير وغير ذلك من هذه التواهمة هذا خرجوا عن هذا القدر خرجوا وبحثوا عن أشياء غيبية لماذا يكثر الخطأ في مثل هذه الأشياء ولا يكثر الخطأ في الحسيات لأن بحث هذه الأشياء الغيبية الوقوف على معادلاتها ونتائجها غير متحقق ولهذا يدقق الناس في الماديات ويظلون ويتيهون في جانب الغيبيات لأنه لا يمكن أن ينحت من الرقمين رقما أشد من ذلك مما هو لا يمكن أن يكون فيه النتيجة لأنه يخالف البصر في هذا ولهذا نقول إن الإنسان إذا أراد أن يعرف قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته فعليه أن يأخذ بالأسباب التي جعلها الله عز وجل دليلا إليه يبصر به تلك العظمة وكذلك أيضا ذلك الأثر فيجد في قلبه من الرهبة والخوف ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم إنما يخشى الله من عباده العلماء كلما زاد علما بالله زاد به خشياء والله أعلم وطبعا الحديث كله متوجه إذا أردنا نصنفه في تسنيف أقسام التوحيد التوحيد الربوبية لكن دائما تردد عبارة أن توحيد الربوبية حتى الكفار يقرون به ما ذكرته الآن أن توحيد الربوبية هو طريق إلى توحيد الوهية لكن العبارة التي تردد هذه ألا تقلل من شأن هذا التوحيد؟ لا هو أصل البشر فطر على الإيمان بوجود خالق ولهذا الله عز وجل يقول في كتابه العظيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغاه يقول الله جل وعلا فطرة الله التي بطر الناس عليها ويقول النبي في صحيحين حديث أبي هريرة ما من مولود إلا ويلد على الفطرة ما هي الفطرة؟ الفطرة يؤمن الإنسان بوجود خالق ولكن ما هو هذا الخالق؟ تأتي الأنبياء لعملية الرابط بين المخلوق والخالق يؤرفونه به إليه حتى أن هذا الاتجاه هذا الخالق وهذه أسماءه وهذه صفاته فيتيه الإنسان عن كثير من الدلالات فيبذل وهو يريد لديه طاقة ببذل العبادة والتذلل لهذا الخالق ولكنه يضعف في كثير من معرفة حقه عليه فهو يعرف العلوف وموجود في نفسه كذلك أيضا حقه بالتذلل والخضوع هذا موجود لتأتي الأنبياء في عملية هذا الربط والتوثيق بين الصلة بين الخالق والمخلوق إذا انقطع الأنبياء صرف العبادة لمحسوسات ولهذا يعبد بقره يعبد حجره يعبد كوكب يحلم فيظن أن ثمة مخلوق غائب يؤثر فيه في المنام كذلك يؤثر فيه في اليقظة فيعبد الغول ويعبد الجن وغير ذلك هذا الأمر لهذا الذين يشرك معهم من دون الله استغلوا الفطرة الكامنة فصرفوها إليهم أما بالنسبة للأنبياء يأتون لتصحيح هذا المسار يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيم الحديث أبي هريرة كانت بني إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم كلما ذهب نبي خلفه نبي بعده كيف تسوسهم أنبياؤهم سياسة الرائع لغنمه تختلف عن سياسة النبي للأمام سياسة الرائع لغنمه المدى الذي يقع فيه لاختلال قصير الرائع مجرد خروجه من الحضن مثلا أو محضن تلك الماشية من الإبل والبقر والغنم لعشرة أمتار تتيه أما الإنسان إذا قام بسيره يتيه مثلا بعد مئة كيلو أو مثلا مئتين كيلو وذلك الاختلاف وتباين وتباين الإدراق الإنسان حينما يسير في البرية إذا لم يكن لديه هاديا ملازما فإنه سيظن أن الشمال جنوب والجنوب شمال بعد ذلك يضعف أما في بداية الطريق فيعلم ولهذا الله عز وجل يجعل الأنبياء على فترات متباعدة هم الراعي للغنم فيصبح ملازما في ذهابها ومجيئها لأن الانفلات في ذلك سريع هذا الأمر الذي يجعله الله عز وجل في الأنبياء هو حتى لا يظل الإنسان باستغلال هواه فتستغل الفطرة لديه بوجود خالق إلى غير الله سبحانه وتعالى طبعا ثمات الموجات تحاول أن تشتث تلك الفطرة الموجودة في عقل الإنسان والتي طبع وجبل عليه الإنسان هذه الموجات التي تحاول مسخ تلك الفطرة التي تدعو إلى الإلحاد أرى أن الإنسان الله عز وجل قد جعل له من الدلالات المشاهدة وما هو في نفسه في إثبات وجوده أعظم من إثبات الإنسان عند نفسه فإذا أراد الإنسان أن يقول بأنه لا يوجد خالق أرى أنه سائغ أن يقول أني لست موجود وأني كائن هلامي وهذا وجد ممن يدعو مثلا بالحلولية وغير ذلك فيتوهم أنه يظن أن هذا الكون هو نوع من مزيج واحد ولكن المقامات تختلف ولهذا يقول بعضهم العبد رب والرب عبد فيليت شعري من المكذب وهذا يظنون في ذلك أني أنا وأنت هو شيء واحد ولكن سمت تخيلات ولهذا يذكر عن بعض الحلولية أنه كان واقفا عند واد ومعه صاحبه وهو حلولي أيضا فسقط في الماء فتبعه فقال سقطت أنا فلماذا سقطت أنت قال سقطت أنت فظلنت أنك أنا فسقطت معك يعني يمكن الإنسان أنه يجحد حتى ذاته واستقلاله فما يتعلق في مثل هذا يقول الله سبحانه وتعالى قد أوجد من الأدلة والبراهين ما هي ثبوتا عند الإنسان أعظم من ثبوت نفسه عنده وهل يجحد الإنسان نفسه نعم يوجد من يجحد نفسه وهذا موجود في التاريخ باعتبار أن الإنسان يرى أنه جملة من هذا الكون ليس له انفراد في هذا الأمر ويظن أنه جزء مثلا من هذا الشعاع أو الذرات الموجودة في الكون وهذا يدعو إليه ناس كثير سواء من الفلاسف القدامة فلاسفة الهند أو بعض الفلاسف الذين جاءوا بعد ذلك من الرومان واليونان وغيرها ما يتعلق بعملية الفطرة هذه وهي أخطر ما هو موجود الآن الذي يدعى إلى ضرب الفطرة ومحاولة تغييرها إذا تغيرت الفطرة لم يفهم الناس شريعة الله سبحانه وتعالى لهذا بعض الناس يقول وهذا الذي يحتاج إلى شيء من التأكيد عليه أن كثيرا من الناس تأتي نصوص الشريعة فيقوم باستنكارها يقوم باستنكارها وعدم استساغتها هل الإنسان ولد على فطرة وجاءته الشريعة إذن لماذا يستنكر هذه الشريعة طرأ على فطرته شيء من التبديل هذا التبديل لو كان صاحب فطرة صحيح لم يطرأ عليه تبديل لتقبلها مباشرة ولهذا تجد مثلا بعض الناس يتباينون من حال إلى حال منهم من يقبل النص ومنهم من لا يقبله هذا صحي فطرة سليمة وهذا ليس بصحي فطرة سليمة جاء رجل من الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ائذن لي بالزينة النبي عليه الصلاة والسلام خاطبه بفطرته حتى يقبل النص لأنها كحال الترس حينما يطبق على بعضه يستدير فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ترضاه لأمك أرجعه إلى فطرته قال لا أترضاه لأختي قال لا أترضاه لعمتك وخالتك قال لا قال كذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم وعماتهم وأمهاتهم وخالاتهم الآن بعض الذين يتبنون بعض الأفكار الإلحادية حينما تقول له ترضاه لأختك وأمك يقول نعم أرضاه لأمي وأختي هذا الفطرة لديه مبدلة ويحتاج إلى تعديل الفطرة قبل أن تأتي إليه الشرعة فإذا جاءت الأدلة إلى فطرة مبدلة كانت المقاومة شديدة شديدة في هذا ولهذا تجد أن الله سبحانه وتعالى بين أن الأدلة الشرعية جاءت موافقة للفطرة فإذا بدلت الفطرة في نفس الإنسان استعصت ولهذا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قال إني أريد أن أسلم ولكني أجد نفسي كارها قال النبي عليه الصلاة والسلام أسلم ولو كنت كارها ما هو الكرة؟ هل هو الكرة للشريعة؟ الرجل مبدلة فيقاوم نفسه في الدخول إلى الإسلام وهذه المقاومة لديه نوع من التبديل يعني خرج عن طور الفطرة مثال ذلك أن الإنسان حينما يكون في غرفة مظلمة ولا يرى شيئا من النور وأدام وطال في ذلك حينما تخرجه إلى الشمس يستنكر ويريد أن يرجع إلى المكان الذي هو فيه هذا مبدل هذا مبدل يحتاج إلى مقاومة مجالدة ثم بعد ذلك يستروح ويعلم أنه حينئذ أنه كانت قد توطن على نوع فطرة مبدلة فحينئذ يحتاج إلى شيء من التوطن هؤلاء الذين يكرهون يحتاجون إلى شيء طويل جدا كما كان يريد أن يقاوم كفار قريش دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لفطرة مبدلة كانوا عليها وقد كانوا على الوثنية قرابة خمسمائة سنة فإن عمر باللوحة الذي جعب الوثنية إلى الحجاز فإنه كان في أمياتين بعد الميلاد فلما جاء الدعوة النبي عليه الصلاة والسلام كان في ذلك أطرا لما كانوا عليه واستكرهوا واستفقلوا ذلك الأمر فبدأ التحول الشديد فاختلطت الوثنية بدمائهم فصعب وشق عليهم منهم من آمن كارها ثم لما دخل ذلك النور استروح وعلم أنه كان في ظلام ومنهم من كابر وعاند وحاول أن يبقى على ما هو عليه بعناده وتكبره والكلام فيه مثل هذا الأمر يتعلق في جوانب الدلالة إلى الله عز وجل والقدرة والفطرة والشرعة والأمور الوشائج الرابطة بينها والتبديل وغير ذلك فمثل هذه الأشياء تحتاج إلى كلام طويل وأؤكد أن بعض الناس حينما تورد له نصا أو حكما شرعيا يقوم باستهجانه واستنكاره ورمى بالتهكم فيه هو صادق بمنطلقه المبدل هو صادق بمنطلقه المبدل ولهذا تنظر إليه تعلم أن فطرة مبدلة يحتاج إلى تعديل الفطرة قبل أن تنزل عليه الشرع أنا أشبهه بحال إينا إينا حينما يكون لا يكون على قوام وذلك أنه مثنى ونحو ذلك لا تستطيع أن يستقيم تضع فيه الماء لا يأخذ إلا شيئا قليلا يقوم بإخراج كل شيء تضعه فيه في الخارج ربما يحوي شيئا يسيرا لا يمكن أن يتقبل حتى تقوم بتعديل تلك الفطرة حتى يحتوي تلك الشريعة كاملة كما أمر الله سبحانه وتعالى ولهذا هؤلاء ينفع فيهم مخاطبة الفطرة التي فيها جذوة بقية وهذه الجذوة البقية لهذا نقول أن الفطرة لا يمكن أن تجتث من الإنسان يكون لديها بقية نقوم بالضرب فيها كحال العروق في الميت أو في حال الذي يكون بين الموت والحياة تقوم بضرب هذا العرق وهذا العرق وهذا العرق وهذا العرق لا بد أن يكون في شيء من الفطرة لأن الإنسانية جذابة وهي باقي فطرة الإنسان نظير هذا وما تقدم الإشارة إليه ما يتعلق في الفواحش والزينة فواحش والزينة النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل أترضاه لأمك وعمتك جاء بالمحارم كلها فدل على أن فطرة الرجل في عرضه كاملة سليمة كاملة سليمة حينما تأتي إلى شخص وتقول له ويسألك يريد إذن في الزينة لا تقول له أترضاه لأختك إذا كان من أهل الحلال والبعد ترضاه لأختك وترضاه مثلا لكذا ربما هذه الأشياء البعيدة لا يقبل بها لكن حينما تقول له أترضاه لزوجك في الغالب أنه لا يقبل مثل هذا الأمر فهذا العرق الذي هو آخر عرق الأعراض بقاء آخر عرق الأعراض بقاء فيقوم بالإنسان مثلا ربما بالاستيقاظ في هذا الأمر ولهذا هل هذا خلل في الشريعة حينما يأتي شخصا يقول نعم أرضاه ليختي لا وإنما الخلل في فترته تحتاج إلى تبديلها وتعديلها حتى تقبل حينئذ حينئذ النص وهذا الكلام يحتاج إلى تفصيل إضافة هل نقول مثلا أن الحضارة الغربية يعني يعني سيبت تركيزها على موضوع يعني إزالة كل الثوابت عند الناس ما ذكرته الآن هي تريد الحضارة الغربية الآن هي تجاوزت ما يتعلق ببحث الشرائع تريد تبديل الفترة تبديل الفترة وهذا المتاثرون في الغرب الذين يبدأ لديهم الخلل في جانب الفترة يقوم باستهجان واستنكار ما يتعلق بمسائل الشريعة والسبب في ذلك أن العرضية الفطرية لديهم قامت بالاختلال والنفس تتوطن النفس تتوطن وقابل أن تتوطن لكل شيء كما تتوطن من جهة ألوانها وكذلك أيضا تحملها للبرودة كذلك أيضا الأذهان والأفهام وغير ذلك فالإنسان حينما يكون في بلد حار وينتقل إلى بلد بارد يتوطن بعد سنوات طويلة ولا يتحمل حينئذ ويحتاج إلى تحول إلى دورة جديدة كذلك أيضا ما يتعلق في مسائل الأحكام الشرعية الغرب لديه خلل كبير جدا في جوانب الفترة أكثر الصراعات هي صراعات فطرية هي صراعات صراعات فطرية ولهذا بعضهم ربما يستهجن لأن تعلم أنه قد طال به البقاء في جوانب تغيير الفترة فيحتاج إلى شيء من التغيير وعلى سبيل المثال حينما يأتي شخص إلى صاحب فطرة سريمة إلى موضع ذي روائح مثلا سيئة كحال جيف ثم قام بالجلوس عندها الساعة الأولى يقوم بالاستنكار الساعة الثانية الثالثة اليوم يومين ثم يستروح بل ربما يدعو الأضياف للجلوس معه وإذا استنكروا قال ماذا تستنكرون للا أجد شيئا يحتاج إلى استنكار وربما ذهب وجاء وإذا جاءه أحد وقام مثلا بالتلثم عن هذه الرائحة قام بالاستنكار على مثل هذا هذا مع واحد فكيف إذا كانت أمة قد جاءت في مثل هذا الأمر مع أنه في ابتداء أمره قام بالاستنكار الشديد في مثل هذه القضية السبب في ذلك تغير لديه فطرة الشم فهذه الفطرة تحتاج إلى أن الرجل يأتي ويغسل درا هذا الأمر الذي لديه حينئذ يرجع إلى فطرة الصحية يقوم بالتميز هذا كما أنه في الشم في السمع في البصر في الحس وغير ذلك من الأشياء ولهذا تجد أن كثيرا من الناس حينما يعتاد على الضرب والطرق في أشياء كثيرة جدا في فيطرة تجد أن الضرب بعد ذلك عليه لا يؤثر فيه كذلك أيضا المشاهدات تغير الفطرة السمع حينما يسمع الإنسان الصخب الشديد الذي كان في البداية ربما ثلاثة أيام أو أربعة أيام لا ينام مع وجوده بعد ذلك لا ينام إلا عليه لا ينام إلا على مثل هذا الصغب هذا موجود في الفطرة هذا الفطرة قد اختلت لديه يحتاج إلى إخراجه إلى الفطرة الصحيحة حينئذ يتقبل ويستروح يحتاج إلى نوع من التحول هذا في الحسيات كذلك أيضا في المعنويات العقلية وكذلك أيضا النفسية وهي موجودة هذه مباحث موجودة ومن من اتطرق إليها من الفلاسف على سبيل الإشارات سواء اليونانيين أو الرومانيين وغير ذلك فهذا لها تأثير من جهة قبول الإنسان للشرائع وكثيرا ما أقرأ لأشخاص يؤصلون أشياء شرعية أعلى من الإشكالية ليست شرعية لديه إشكالية فطرية فبحث الأمور الشرعية معه غير مجدي تحتاج إلى أن تقوم بحلحلة الفطرة لديه وإعادتها إلى صوابها ثم بعد ذلك تأتي وتضع فيه الماء حتى يستوعبه كاملا كحال الإنى المستقيم والخوض في هذه الأشياء تحتاج إلى تفصيل إيطالة ودلات تفكه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر